اشتركوا في القناة في عنا حدث اليوم اللي هو انتقال زحل اللي رح ينتقل من الجدي للدلو رح نحكي عنه بالتفصيل خلال هذا اليوم يعني مع الزوايا الفلكية طبعا اليوم توقعتنا ليوم الخميش 17-12 القمر ما زال موجود في منزلة ساعة بلع لغاية منتصف الليل بتوقيت جرينيج وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية زي ما حكينا لمنتصف الليل بعد منتصف الليل بنتقل لساعة السعود وهي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق وطبعا القمر بما انه رح يظل ساعات الفجر في برج الجدي فبتظل التأثيرات اللي هي انه منظنا على طبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر وبوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية والبدء بحمية مثلا جديدة او شراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة لزحل زي ما حكينا انه اليوم رح ينتقل لبرج الدلو في ساعة الصباح الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش وزحل معروف عنه انه هو المعلم الصارم له سنتين ونص تقريبا في الجدي ورح يمكد سنتين ونص في الدلو في بعض الاشخاص بقولك انه الدلو كوكبه زحل او الكوكب المسيطر عليه زحل انا بشوف لا انه اورانوس اكثر هو المسيطر عليه وجود زحل طبعا رح يعمل نوع من انواع الصعوبات على موليد برج الدلو عشان هيك هم اكثر الاشخاص اللي بدهم ينتبهوا في فترة السنتين ونص القادمات يعني لغاية عصر يوم سبعة ثلاثة الفين وثلاثة وعشرين فعشان هيك يبدهم يكونوا حذرين بالخطوات اللي بدهم يعملوها بشعروا موليد برج الدلو بعبئ بالمسؤوليات وبيجدوا انه الحياة صارت اصعب مما كانوا بتصوروا من قبل في نوع من انواع الاضطرابات او المعاكسات الامور بتصير غير يعني ما تعتمدوا على الحظ نهائيا بتكوا تعتمدوا على جهدكو الشخصي وبتكوا تركزوا بشكل كبير على كل الاحداث اللي بتصير معكم ما تهملوا اي موضوع في الفترة هاي ما تغامروا ما تجازفوا بدون دراسة الوضع بشكل جيد على اساس انه يعني تخففوا من التأثيرات السلبية اللي ممكن تكون من زحل وطبعا زحل ما دخل عمره برج الا سباب لهم مشاكل عشان هيك كان بالفترة الماضي بالجدي فأثر على الجدي بشكل كبير صحيح انه وجود المشتري رح يخفف شوي يعني رح يجبلكوا بعض المفاجهات او الاشياء الجيدة ولكن مش مثل ما بحكولكو تعون الابراج اللي طبعا مدعين او انه يعني علمهم على قدهم شوي لانه دخول زحل والمشتري في نفس الدرجات وفي فترات رح يتراجع فيها المشتري فبفتد من حضوله فعشان هيك ما تتأملوا كثير او يعني تقولوا لا الكل حكى والكل عمل وبعدين تصير تقولوا لا من توهمتونا وهذا انا بحب اكون واضح على اساس انكو تحتاطوا احتاطوا من زحل اكثر ما تفرحوا في دخول المشتري لعندكم طبعا بدخوله للدلو عادة بيأثر على جميع الابراج وكل برج او طالع بيأثر عليه على حسب بيته او على حسب منزلته فعشان هيك رح نحكي الان مثلا رح نحكي عن الحمل الحمل اللي موليد برج الحمل واللي طالعهم الحمل بدهم ينتبهوا بعلاقاتهم مع الاصدقاء يعني بتقدر تحكوا هاي توقعات سنة يعني هاي الاحداث اللي رح تأثر عليكم خلال هاي السنة او اغلبها رح تكون مسيطرة خلال هاي السنة الحمل يعني واللي طالعهم حمل بده يصير على العلاقة مع الاصدقاء مشاكل مع الاصدقاء في اشخاص رح تطلع من حياتكم اشخاص جدد رح يدخلوا حياتكم خلافات او صدمات او تجديد علاقات بالنسبة للثور بالعلاقة مع المسؤولين يعني في خلافات او جدالات او نقاشات مع المسؤولين كم العمل مسؤولين عنكم بالترباية مسؤولين عنكم بأي مجال فعشان هيك بتكونوا حذرين بعلاقتكم معهم ما تحاولوا انكوا تتهاونوا بالامور اما بالنسبة لموليد برج الجوزاء بدهم ينتبهوا في كل شيء له علاقة بالسفر اللي بعيد بامور الهجرة بالامور القضائية ما تستهينوا عادة انتفقدوا اوراقكم فقدوا كل اموركم القانونية حاولوا انكوا تنجزوا كل الاشياء لانه ممكن يصير اي مشاكل او عركسة او الغاء لهاي الامور وبرضو الاهم الامور القضائية والقضايا اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ او يغلط الشخص بشيء فيصير فيه شيء له علاقة بالقضاء برضو فيه اشخاص رح يتأثروا في امور الها علاقة بالدراسة الجامعية او الدراسات العليا فبدهم يكونوا حذرين وما يعتمدوا على الحظوظ اما بالنسبة لموليد برج السرطان فيه كل شيء له علاقة بالاموال او الامور المالية المشتركة هاي رح يكون فيه عليها مشاكل اللي هي اشي العلاقة بارث سداد ديون القروض البنكية الامور اللي الها علاقة باموال الزوج يعني بدكوا تحتاطوا بالفترة القادمة اما بالنسبة للأسد فبدهم هدولا الاشخاص بدهم يهتموا او ينتبهوا لبعض المسائل اللي الها علاقة ب اشياء الها علاقة بالشراكة الشراكة المالية الشراكة العاطفية علاقتهم مع ازواجهم علاقتهم مع شركاءهم بالعمل علاقتهم باي اشي اله علاقة بالشراكة بدهم يكونوا حذرين اما بالنسبة للعذراء بدهم ينتبهوا عن امور الها علاقة بالصحة من ناحية ويهتموا بصحتهم ما يستهينوا يراجعوا اطباء انشعروا باي شيء غير اعتيادي اشياء الها علاقة بالعمل ومشاكل بالعمل او بعض الامور اللي بصير فيها خلافات او تغيير مكان عمل اما بالنسبة للميزان الميزان بالعلاقة مع الاحبة بدهم يحذروا العلاقة مع احبائهم مع ابنائهم اه اه مع الخاطب او اللي علاقته ضعيفة مع حبيبه بدهم ينتبهوا لهاي الامور وبدهم يحذروا من المطبات العاطفية يعني ما يدخلوا بعلاقة عاطفية بتكون من طرف واحد يعني اي علاقة عاطفية بتكون تركزوا بشكل جيد انه ما تكون من طرف واحد يعني على اساس انه هاي رح يتعانوا منها لسنوات طويلة ان دخلتوا فيها اما بالنسبة للعقرب فمشاكلهم بتكون على مستوى البيت على مستوى تنقلات على مستوى ترحال ترك بيتهم اللي هم فيه مثلا او تغيير عقار او مشاكل عقارية يعني مشاكل عائلية وعقارية هي اكثر الامور اما بالنسبة للقوس فهي بتتعلق في مساء للتنقلات والتواصل والاتصالات وعلاقتهم مع الاخوة مع الجيران بدهم يكونوا حاذرين بشكل كبير من هاي النقطة لانه هنا بتتركز المشاكل اكثر شيء التنقل بين المدن العلاقة مع الاخوة العلاقة مع الجيران اما بالنسبة الجدي فالوضع بيتركز على الوضع المالي ممكن انه تجيك بعض الفرص المالية ولكن راح تعاني من ضغوطات مالية وتراكم امور مالية او مطالبات مالية او خسارات مالية فعشان هيك بدك تكون حذر ماشي انه المشتري راح يعزز النقاط كلها هاي اللي ذكرناها للأبراج ولكن برضو زحل ما راح يكون سهل في مكانه اما بالنسبة للدلو فهو بيأثر على اي خطوة مهمة بتقوموا فيها يعني بتكت تركزوا على كل الخطوات المهمة ما تهملوها ما تتهاونوا فيها ما تعتمدوا على الحضوض فيها بتكتوا تدرسوها بشكل جيد ما في داعي للمغامرات اما بالنسبة للحوت فالحوت بدهم ينتبهوا في امور الها علاقة بالتعامل مع المؤسسات او الشركات الكبيرة يعني علاقة مع المستشفيات علاقة مع السجون علاقة مع اشخاص بيشتغلوا بمناصب مثلا وبرضو بتكون تنتبهوا من اي مكان مجهول واحذروا دائما اشخاص انهم بتكونوا واثقين فيهم فبتأمنوهم عسركم فممكن هم اللي يستغلوكم او هم يكونوا سبب في مشكلة لالكم فعشان هيك بدك تحذر من الاشخاص اللي بتآمروا عليك بالخفاء اما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا زاوية اختران اول زاوية رح تكون زاوية ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة صباحا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا نحن ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة لما يليها هي خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة ستة وستة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا ودائما عند انتقال القمر من برج لبرج بدخل في فترة اسمها خلو المسار تتفاوت من انتقال من برج لبرج على حسب ايش هو البرج ولكن المدة هاي تعتمد على الانتقال زي ما حكينا من برج الجدي لبرج الدلو طيب طبعا خلو المسار هو امر سلبي لا تصلح لاي خطوة جديدة ومهمة في حياتنا وبشمل ذلك جميع الابراج بدون استثناء اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران راح تكون سلبية بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة الستة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا منواجه مصاعب وعرقي اللي بتطلب مننا ان نبذل جهد لن نتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحلوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا القمر راح يستقر في برج الدلو ساعة ستة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا وفي هاي الفترة جميع الابراج بشعروا منهم بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق او تجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز وتجربة طعام جديد اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 10 و15 دقيقة ظهرا وهاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بتنجحوا بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وارانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 6 و49 دقيقة مساء بخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعاد ناشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا القمر بما انه رح يكون موجود في برج الدلو فخلو المسار القادم رح يكون يوم 19-12 رح يبدأ في تمام الساعة 48 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 12-38 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل برج الحوت اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا القمر الهلال الجديد ثلاثة ايام في تمام الساعة 7-9 دقائق صباحا بيصبح اربع ايام نسبة الاضاءة بتصير 15% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 60% القمر في الجديد ينتقل للدلو قلنا لليوم 19-12 يعني هو سعيد بيطبعه لكن نسب ضعيفة بسعودته وبنحاسته اما بالنسبة العطارد في القوس حتى يوم 20-12 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 81 سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل حتى يوم 71 منتحس بنسبة 15% المشتري المشتري في الجديد حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الجديد ينتقل للدلو زي ما حكينا في بداية الحلقة ورح يبقى يمكث فيه لغاية 7-3 2023 منتحس بنسبة 10% لهذا اليوم اما بالنسبة لأورانس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 2021 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجديد سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل أما في ساعات الصباح تلتقوا الأصدقاء حاول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعيد برج الثور ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم مش أنك ما ترتج المواقف والتصاريح كي لا تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات أو بتواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات الفترة هاي واعدة بأمر ما برج الجوزاء بتنهمكوا في عدد تنظيم أموركم المالي المشترك أهم إش تخففوا من النفقات أما في ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر أو في مجال اتصالات بعيدة ثم لقاء أو فرصة تفتح أمامك أبواب السفر والتسويق أو التسوق والنشر أو الدراسات العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة تحرك على مختلف الأصعد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الأجواء الرومانسية مشجعة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أدخل تعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوءك ولا ترتجي الكلام أو توجه ملاحظة فخصمك قوي وما بيرحم تحمل لك هاي لأيام ارتباط أو مهم أهم مش أنك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج العذراء برج العذراء طارئة أو ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم أما في ساعات الصباح تشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم والتفاهم معهم تفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب ابتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما في ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن إنها تثير اضطرابك وامتعاضك أهم مش إنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم إبعائلتك برج القوس من جهة ثم فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى ثم نفقات أما في ساعات الصباح بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم إش إنك تحرك بفعالية كبيرة وبتقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق أو عن مصالحة برج الجديد أنتم ممتلئون نشاط وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهم إش إنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرا ماليا ومعنويا أهم إش إنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالفترة هاي برج الدلو بيسيطر التعب عليكم وبتفقد رغبتكم في مواجهة مشاغلكم أما في ساعات الصباح بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبي لا تضاهى وخصوصا لما بيكون عندك شيء العلاقة لبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي بتحمل خبر سر برج الحوت بتنشطوا بين الأصدقاء حتى ساعات الصباح بعدين تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذر الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر